أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات طوارئ مارتين جريفت أن الكارثة في ليبيا لا يمكن تخيلها وأنها صادمة مشيرا إلى أن عملية الوصول إلى درنة مازالت صعبة للغاية وأضاف جريفت أن الأمم المتحدة أعادت نشر فريق متخصص للتنصيق في الكوارث ليتوجه إلى ليبيا مشيرا إلى ضرورة الوقوف على حجم الدمار الذي أحدثته الفيضانات ويعقب ذلك في المرحلة الثانية وهي العمل على تقديم كافة الاحتياجات للمضارين